أحبتي في الله كيف حالكم مع الله ها نحن إخوتي يتجدد اللقاء كل ليلة لتستنير بيوتنا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتستمجع قلوبنا بعبير معاني إيمانية في برنامجكم كن ولا تكن والليلة مع فضيل الشيخ حمد أهلا وسهل شرفنا بكم شيخنا وسعدت وتشرفت واستمتعت واستفدت ها نحن تنضي هذه الرحلة وليلتنا هذه معا كن صادقا اللهم اجعلنا كذلك وإياك والكذب نسأل الله عز وجل أن اجعلنا وإياكم من الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين واجعلنا مع الصادقين قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا مع أهل الصدق في الدنيا والآخرة ثم إن من أشهر صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان الصادق الأمين وقد سبقت معنا الأمانة فلنلحق بها الصدق الصفتان اللتان تكتنفان كل نبي كل نبي فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين الصدق في الإسلام نعم ما هو الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصدق هو الطريق الأقوم هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين الله أكبر شيخنا لو سمحت ما تروحش ناحية مدارك السلكين عشان كده يعني دبتع الغلابة دبتع الغلابة دبتع المساكين الله يرفع حضرك الله يكرمك شيخنا هذا كلامه شيخنا عبد القيم لله يدرف فيما انقدمت منجلة الصدق الصدق هو الطريق الأقوم نعم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين نعم وهو سيف الله في أرضه نعم الذي ما وضع على شيء إلا قطعه نعم وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه نعم وكما تفضلت بهذا الاختيار الموفق الفقيم أزاك الله في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نعم أمر من الله لأهل الإيمان لأهل الإيمان أن يحققوا التقوى وأن يكونوا مع الصادقين مع الصادقين وكأني ألمح أيها في الآية الكريمة أنه لا يمكن للمؤمن أن يكون مع الصادقين إلا إذا حقق الإيمان والتقوى والتقوى الأول نعم فالتقوى سبيل للوصول إلى منزلة الصدق ومقام الصدق نعم ولعلك تفرد حلقة كما أرى بفضل الله تبارك تعالى للبر والتقوى أكيد فالصدق ما أحوج الأمة إليه الآن ما عرفش هتتوافقني والله أبو علاء إن قلت أزمة العالم أزمة صدق أيو الله صدقت وأزمة الأمة أزمة صدق نعم لو كان للكذب رائحة والله ما شممنا ريحا طيبا لقلة الصدق والصادقين وكثرة الكذب والكذابين نعم لذا يقول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نعم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر نعم وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق لا يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديق نعم وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذب أيها زم بالله أيها زم بالله نعم شيخنا يعني كنت أود أن أقول ونحن نتكلم عن الأمانة في الحلقة السابقة وأريد أن أقول اليوم أن في عالمنا في هذا الزمن زمن عجيب جداً نعم والله نعم يعني كزمت الأمانة في أن لو أحد تدك فلوس أمانة ترجع حاله نعم ومعنى الأمانة أوسع 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 من ذلك بكثير بمراحل نعم كذلك كزم الصدق وصغير واختصر في مجرد صدق اللسان أحسن أشاء الله فقط الناس يظنون أن الصدق اللسان أن يقول الحق وخلاص وإن كان هذا في الزمانين ضعيف أيضاً قليل أيضاً لا لا إلا أن الصدق في الإسلام أوسع هو الإسلام كله نعم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون قالوا الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والصدق الإسلام في آية آل عمران وسارع نعم أولئك الذين صدقوا ذكر الإسلام ليس البر نعم صحيح ذكر الآية كله أولئك الذين صدقوا الإسلام كله أركان الإيمان وأركان الإسلام الصدق الصدق معنى عظيم جداً جميل جداً جداً معنى عالي وواسع أوسع من مجرد صدق اللسان ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته فضيلتكم هو حديث جليل جدا ينبغي أن يرعب قلب كل مسلم ما اسمك عند الله لا إله إلا الله وإن الرجل لا يصدق ويتحرص صدق حتى يكتب عند الله نعم حتى يكتب عند الله يعني كل إنسان له اسم مكتوب بيه عند ربنا يا ترى أنت مكتوب عند ربنا اسمك إيه مكتوب عند ربنا اسمك صديق ولا كذب دي المفروض تبقى قضية والقضية ما هياش في مجرد إن الإنسان يصدق لسانه لا حضرتك حديث الأعرابي اللي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن آمنت إن أنا آمنت بك واتبعتك وقاتلت معك فقتلت فقتلت نعم أين أكون قال في الجنة قال ابسطي يدك إذن أبايع لا إله إلا الله وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومضى معه فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم لا إله إلا الله فلما كانوا في بعض الغسوة أصابوا شيئا من الفيء فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فحمله في حجره حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه بين يديه وقال ما هذا يا رسول الله قال قسم قسمته لك قال ما على هذا تبعته لا إله إلا الله إنما تبعتك لأضرب بسهم منها هنا وأشار إلى حلقه فأموت فأدخل الجنة لا إله إلا الله الكلمة اللي هي موقفنا النهاردة في الصدق نعم قال إنك إن تصدق الله تصدق لا إله إلا الله شيخ نار لا إله إلا الله إن تصدق الله كيف والله شيخ نار ولذلك حضرتك الآن أشرت إشارة رائعة أرجو أن ينتبه إليه إخواني وأخواتي أنه لا ينبغي أن نختزل الصدق في الكلمة مع جلال صدق الكلمة نعم لا شك لكن الصدق عند علمائنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام نعم صدق في الأقوال نعم وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها نعم وصدق في الأفعال وهو استواء الأفعال على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصدق في الأحوال نعم بل وأقف طويلا نعم مع قول ربنا جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون نبر معي أبا علاء هذا الحديث الرائع أيها للحسن بن علي رضي الله عنهما وعن آل بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة ريبة تصور أنه لا يشعر بالطمأنينة إلا الصادقون ولا بالسكينة إلا الصادقون الله ما جعلنا منه الكذبون ممزقون ريبة يعيش في ريبة ريبة لا يمكن أبدا أن يستقيم على السكينة والطمأنينة إلا أهل الصدق لأنه لا تناقض مع ربه لا يخون ربه ولا يخون نبيه ولا يخون دينه ولا يخون نفسه لا ظاهر له ولا باطن إنما هو يراقب ربه في قوله وفعله وحاله فالصدق إذن صدق في القول أن يكون قولنا موافقا للحق ليس مخالف للحق مش ملاحظ سيدنا أن الكذب كتري اليوم دول شوية أنا مش عاوز أقول كلمة أكبر لكنني أوافقك تكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يافشوا الكذب يافشوا يافشوا كلمة يافشوا يعني ينتشر ويشيع ويكسر وأنا آسف شيخنا يعني أرجو أن توافقني أن الناس تواطئوا على الكذب يعني عارف أنه ده بيجذب والتاني عارف أنه بيجذب وعاديين يجذبوا على بعضه قدام الناس والناس عارفين أنهم بيجذبوا وبيسمعوهم وبيتابعوهم للأسف الشديد الحديث لحضرتك قلته من شوية ويتكلموا الويبضة في أمر العامة كذب كذب يجذب والناس بتواطئ هذا الكذب ولذلك في نفس الحديث يصدقوا فيها الكذب ويكذبوا فيها الصادق يتكلم أهل الدين فيقولوا عليهم مش عارف إيه ويتكلم المنافقون والكذبون والمشؤورون بالنفاق والكذب ويصدقوا نعم فهذا يشجعهم على أن يكسروا الكذب ويذلك يا أبا علاء أنا أتساءل أحيانا كثيرا لماذا محقت البركة بين الناس أعوذ بالله من هذا هل تصدق يا أبا علاء أنني حينما أتعمق في التفكير لأصل إلى جواب على هذا السؤال نعم أرى أنه بسبب انتشار الكذب وضياع الصدق صحيح تنحق البركة في البيع والشراء نعم والأرزاق والكلمات والكلام والأعمار والأعمال والأحوال والزوجات والنساء والمسؤولين في كل شيء بركة النية والعمل لها قال له إن تصدق الله أصدق نعم فأتي به من آخر النهار محمولا صدق النية ده شيء قال لا هو هو الله أكبر قال صادق الله صدقه الله لذلك يا شيخنا أنا أسف يعني إن زود التلاتة بتحضرتك كده ستة نعم صدق الإرادة جميل وصدق الهمة جميل صدق الإرادة وصدق القصد وصدق الهمة وصدق العزب وصدق القول وصدق الفعل جميل جدا جميل صدق الإرادة لأن أحيانا بعض الناس كذات فئرته نعم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا نعم فهي هو بيزعم إنه يريد الله ورسوله هو كذاب نعم قال علمته من أجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم نعم هي دي كذب الإرادة نعم بعض الناس في إرادته وجه الله كذب نعم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون نعم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله نعم شهد أن هذه الإرادة إذا صدقت إرادتك أنه يريد الله نعم تنال بها نظرة رحمة سبحانه وتعالي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه نعم نسأل الله عز وجل أن يرزوكنا وعيكم الصدق الشخم آمين تذكرت حديثا في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام نعم رضي الله عنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق نعم فإن صدق فإن صدق وبيّن بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما حتى من يريد أن ينال درجة الشهادة قد ينالها إن صدق ولو مات على فراشه يوالله وقد يحرم منها في الميدان خلف رسول الله ولو كذب إن كذب إن كذب انظر إلى عظمة الصدق نعم في صحيح مسلم حديث سالي بن حنيف نعم أنه صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه الله أكبر وقد يموت الرجل في الميدان كما في حديث سالي بن سعد للسعديف صحيحي نعم وهو في النار وهو في النار نعم لأنه ما صدق الله عز وجل نعم ولذلك في رواية سهل بن سعد قال وإن الرجل الأعمال الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس نعم نعم هو غير صادق هو كاذب للأسف شديد فالحقيقة مرتبة الصدق يا أبا علاء أسأل الله أن أجعلني وإياك وإخواني وأخواتي من الصادقين اللهم جعلنا من الصدق ما أحوج الأمة إليها الآن نحن نعيش عالما اللهم جعلنا من الصادق يعني لا أبالغ إن قلت كما تفضلت عالم الكذب إلا من رحم الله الحاكم يكذب على محكوميه والمحكومون يحكمون على يكذبون على حاكمهم والأب يكذب على أولادي إلا من رحم ربي والأولاد يكذبون على أبيهم وعلى أمهم والمرأة تكذب على زوجها والعتس أعوزنا إلا من رحم ربي فتتصور أن حياة البشرية إلا من رحم الله الآن من أهل الإيمان والصدق تراها كذبا في كذب وأزمة العالم أزمة كذب ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني كما تفضلت الآن صار الكذب سياسة صار الكذب مهنة 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 نعم شغلته إيه كذب لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص كتب عند الله كذب أي نعم وصار يتكلم ويكذب ويعلم أنه يكذب إلى الحد الذي صار يصدق هذا الكذب بل صار من ينكر عليه ذلك منافقا وكذبا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك يا شيخنا الصادق قالوا الصادق لا تخطئه الفراسة نعم هيبقى عارف أن الكلام عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل صدق لأنه عارف الصادق من الكذب المؤمن إذا تعامل مع المؤمنين لكن حين يفش الكذب ويشيع الكذب وينتشر الكذب ويتراضى الناس الكذب ساعتها المؤمنون يصبحون في غربة الغربة الحقيقية للكذب ويكفي بالصدق فضلا أن صاحبه يصدقه الله اللي هي احفظ الله تجده تجاهك أن يكون الله عز وجل له فوق ما يتمنى الله أكبر فأسأل الله نجعلنا وإيكم من الصادقين كان نفسنا أن الصدق يأخذ معنا انتهى الوقت يأخذ معنا مساحة أكثر من كده فحيث أن احنا في رمضان ونحتاج أن نصدق الله في صيامنا كنا نريد أن نتكلم عن علامات الصدق وعن ثمرات الصدق وأن نخوض معا في بستان الصادقين أو بستان الصادقين صلى الله نجعلنا منهم والصدق يا شيخنا أنس بن النظر رضي الله عنه أي نعم وسعر بن معاذ أنس بن النظر لما صادق الله شم مريح الجنة من دون أحد العلماء يقولوا إيه إن الصادق يشعر بلزة العمل قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل تسمح لي أن أختم بتلخيص حياة صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه في كلمات أخذتها من شيخ نبد القيم وهو يتكلم عنه فأقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك ثم على على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى الله أكبر كزاك الله خير الشيخنا وأسأل الله أن يجعلنا وإياك من الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه اللهم جنبنا الكذب وأهله واكفنا شر الكذابين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص والصدق وأن تجمع لنا بينهما اللهم نجينا من الكذب وأهله اللهم احشرنا في زمرة الصادقين اللهم اجعلنا مع الصادقين آمين 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 إخوتي أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله